أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي أجراه مع السيد الرئيس محمود عباس على الموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته لتحقيق آماله وتطلعاته المملكة في هذا الموقف الذي أعلنته والذي أعلن خادم الحرمين الشريفين عقب إعلان هذه الخطة التي ذهب إليها الرئيس دونالد ترامب فيما يخص القضية الفلسطينية موقف المملكة يتجدد كما هو ثابت لا يتزحزح لا يتغير من ذو الملك عبد العزيز وحتى هذه اللحظة في إزاء هذا الموقف تحديدا وهذه الخطة التي وضعها الرئيس ترامب وإدارته بالتوافق طبعا مع الإسرائيليين موقف المملكة لن يتزحزح ولم يتغير ولن يتغير سياسة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية تجاه الأقصى تجاه القضايا التي تهم الفلسطينيين وما يتعلق بها على مستوى اللاجئين على مستوى الأراضي على مستوى المسجد الأقصى على مستوى الحقوق أصبحت القضية الفلسطينية هي على رأس اهتمامات وأولويات حكام وملوك هذه البلاد المباركة إلى أهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي أهدي الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي نجعل من هذه القضية حاضرة في كل المحافل الدولية رأينا القمة التي عقدت الظهران والتي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قمة القدس وقدم مئات الملايين من الدولارات لدعم الأوقاف الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وضف إلى ذلك المساعدات الاقتصادية التي فاقت أكثر من مئة مليار دولار خلال ربع قرن مضى تساهم في رفع الاقتصاد الفلسطيني ودعم المقاوم الفلسطيني ودعم الشعب الفلسطيني وجددت السعودية في بيان لها صدر عن وزارة خارجيتها دعمها لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة المملكة تثبت عاما تلو الآخر وموقفا تلو الآخر بأن موقفها يدعم الشعب الفلسطيني ويتخذ ما يتخذه الإنسان والقائد الفلسطيني بمعنى آخر المملكة لا تزاود على أحد ولا تتخذ دور أحد موقفها الاستراتيجي ثابت وهو الأرض الفلسطينية على حدود 67 يجب أن تقام عليها دولة فلسطين هذا لا غبار عليه كانت المملكة العربية السعودية مواقف مشرفة في كل المحافلة الدولية قدمتها في الأمم المتحدة وفي كل المؤتمرات العربية والإسلامية والدولية لتكون القضية الفلسطينية حاضرة وفاعلة في كل مفاصل السياسة العالمية تتغير الظروف على مر التاريخ وتبقى مواقف المملكة ثابتة تجاه القضية الفلسطينية ومركزيتها بالنسبة للعرب والمسلمين ولذا لا يمكن لها أن تدعم أي حل لا يلب الحقوق الوطنية غير المنقوصة كما يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المملكة في بيان خارجيتها أشارت إلى تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002 التي أشارت بوضوح أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي خالد الغانم تلفزيون فلسطين الرياض